السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي على محمد الوالي وأصحابي أجمعين إن شاء الله في الفيديو ده نشرح حاجة اسمها الفلكس بس وحاجة اسمها الفلكس فلو دول عبارة عن ايه؟ دول اختصارات يعني احنا شرحنا كم خاصية بتختصرهم في الخصائص دي ازاي؟ يعني دول شورتهاج دي يعني مش عنا كنت شرحنا بكافة السيس بباكجراون في حاجة اسمها باكجراوند وكذا كذا تجمعهم في الباكجراون دي نفس الكلام نمسك الفلكس واحد واحد اول حاجة في السيس سيس باكجرا من الفيديو اللي فات اشيل اللي اوحنا بنكمل على طول عشان ما يتلقى برشي واعمل ده هرجعه تاني خليه ميني ويتس نخليه مية بس واسيف وعمل ريفريش واشيل الفلكس راب دي خلاص هعمل ريفريش تمام كل واحد ميني ويتس مية الفلكس دي اختصار لتالت حاجات الفلكس اختصار للتالت حاجات اللي انا شلت الميني ويتس الوقتي طبع ما فيش لو فيش ويتس خالص طيب قال لي الفلكس دي اختصار شورت هنبل تلات حاجات ايه هم؟ قاللي اول حاجة الفلكس جروه شرحناها، ثاني حاجة الفلكس شرينك شرحناها برضه تالت حاجة الفيديو اللي فات اللي كان فيليكس بيزس يبقى التلاتة دول اختصار للفلكس هنا الفلكس جروه هنقول واحد الفلكس شرينك مش عايزين خلص يعمل شرينك يبقى زيره الفلكس بيزس مثلا اللي هو في الوقت الحالي الانيشيا الويتس الويتس البدائي ولكن هقوله 100 بيكسل هسايف فوقه من الرفريش كل واحد 100 بيكسل والجروه واحد يملأ لكل واحد قد القدر المستطاع ياخد الويتس ياخد كفاءته يعني من الويتس لو قلت له 0 يبقى ياخد كل واحد الانيشيا الويتس اللي هو 100 كل واحد بدأ ب100 لكن لما قوله جروه يعني كل واحد ياخد القدر الكافي من المية بحيث ان هم يملأ لالكونتينر بتاعه وشرحنا الفيديو في الفيليكس جروه يبقى الاختصار بتاع الفيليكس جروه والفيليكس شرينك والفيليكس بيزيس هو الـ put ده تكتب كلمة فيليكس طيب احنا نخلي كله صفار ونخلي الانيشيا الويتس اللي هو 100 هكين نهيل ميني ويتس دلوقتي اللي هو 100 بيكسل طيب حلو عندي بقى حاجة تانية لاسمها الفيليكس فلو مش احنا شرحنا حاجة اسمها وشرحنا حاجة اسمها الفيليكس داريكشن وشرحنا حاجة اسمها الفيليكس راب قال ايضا لا اختصار بتاعه طب دي بقى كتبقة فين مش هنا شرحنا الفيليكس دايركشن والفيليكس راب في الهب يبقى كتبقة في الهب برده قال حاجة اسمها الفيليكس فلو قال اختصار لحاجتين الفيليكس دايركشن دايركشن وكمان انا فين ايديا الفيليكس راب يبقى therapy واho طيب حلو نتأكد من الكلام وہاكتب كلمة رو. والهايحصل حاجة بالدفولت بتاع الفلكس دارقشن والدفولت بتاع الفلكس راب. واعمل ما فيش حاجة. طيب ماشي. حاجة اقول له رو ريفيرس. هاتكد رو ريفيرس هسايف. طبعا انا مسافة هنا. يبقى ده فعلا نتنفذ ان دي بتاعة الفلكس دارقشن. رو ريفيرس. وبعده بالعكس. طب هقول له مثلا الكولم. واحز. هنزلوا تحت بعض او نزلوا تحت بعض الكولام فعلا لو انا كبرت الويتس هنا اقول هاي هقول له الهاي ستة مية بيكسل او وهاجه اقول له رو كولام ريفيرس هيبقى يعكسه وينزله تحت او بالزبط كده يبقى اول واحدة بتاعم جدا طب لو قلت له مسلا رو اخليها ارجع خالص هقول له رو وهاجه اكبر بتاعهم مسلا وليكن متين او وهاجه اعمل هقول له راب عادي او وصغر ايه لا يحصل فعلا حصر راب او او صغرت فعلا ادي اتنزل راب اللي اعنا شرحناه اللي هو لو ما كفاش حجمه انزل سطر جديد تمام جدا وبرده نابس الكلام راب ريفيرس يبقى الفكرة ببساطة الفيليكس فلو هي اختصار للاكواب اختصار الفيليكس دايركشن واختصار الفيليكس راب بتكتب الاثنين جنبا بالخصائص بتاعته بقى الفيديو ده عرفنا الاختصارين اللي هو الفيليكس خاص بالفيليكس جرو وشرينك وبليزيز والفيليكس فلو خاص بالفيليكس دايركشن والفيليكس تمام جدا جدا اتمنى يكون الفيديو واضح جزائكم الله وخيره السلام عليكم ورحمة الله